سبع فوائد لشراب المخروط مفيد لك يتم جمع المخاريط التي تستخدم في كثير من الأماكن في ديكور المنزل ومواد الزينة المختلفة من أشجار الصنوبر أثبتت الأبحاث التي أجريت على أكواز الصنوبر أن المخروط مفيد جدا للصحة من أجل الحصول على أفضل المعادن والفيتامينات في بنية المخروط تحدث العديد من الناس مؤخرا عن شراب الصنوبر المخروطي على الرغم من أن فوائد شراب الصنوبر لم يتم شرحها بشكل مباشر من قبل سارا كوغلو إلا أن البروفيسورة دال، دكتور، يشرح إبراهيم سيراجا أوغلو الأيثار العلاجية لشجرة الصنوبر ويتحدث كثيرا عن فوائد أوراق الشجرة للربو وأيثارها الإيجابية على صحة الجهاز التنفسي إذن، ما هو شراب الصنوبر المخروطي؟ الآن، دعونا نفحص الأشياء الغريبة حول شراب الصنوبر المخروطي ما هو شراب المخروطي؟ شراب المخروطي هو مشروب مفيد يتم الحصول عليه عن طريق غلي أكواز الصنوبر والحصول على قوام الشراب شراب المخروطي، المفيد لصحة الإنسان، يحظى بشعبية كبيرة بين طرق العلاج بالأعشاب في بعض المناطق، يطلق على الشراب المخروطي أيضا اسم مربى المخروط لتمييز الخط الدقيق بين الشراب والمربى، يمكنك ضبط كمية السائل حسب ذوقك أثناء غليان الأقماع شراب المخروطي هو طعام أكثر سيولة، المربى سميك إلى حد ما واحد يريح الجهاز التنفسي إذا كنت تتساءل عن أي نوع من شراب الصنوبر مفيد، فيمكننا القول أن هذا الشراب المفيد يخفف من أنفاسك يمكن علاج الالتهابات والأمراض المختلفة في الجهاز التنفسي بفضل شراب الصنوبر المخروطي إذا كنت تعاني من مشاكل سعال متكررة وضيق في التنفس أثناء التحدث يمكنك تناول شراب الصنوبر الطبيعي في أسرع وقت ممكن اثنان، يقوي جهاز المناعة أحد أفضل الإجابات على السؤال عن ما هي شراب الصنوبر هو أنه يزيد من مقاومات الجسم المعادن المفيدة في هيكل الصنوبر تعطي نتائج فعالة في تقوية جهاز المناعة شراب المخروطي مكمل عشبي يحمي ويقوي جهاز المناعة إذا كنت تستهلك شراب الصنوبر بانتظام، فسوف تحمي جسمك من التغيرات الموسمية وهكذا، يمكنك أن تعيش حياة خالية من الأمراض ثلاثة، جيد للتوتر أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يشربون شراب الصنوبر يسترخون ويهدئون شراب مخروطي، له خاصية الاسترخاء، يقضي على الإجهاد والأمراض المرتبطة بالتوتر بعد أيام عصيبة، يمكنك تناول شراب الصنوبر عندما يكون لديك مشاكل في النوم أول علامة على تحرر الجسم من الإجهاد هي بشرة لامعة لذلك فإن شراب الصنوبر له تأثير يفيد البشرة وينعش مظهرها أربعة، ينظف الجراثيم من بين فوائد الشراب المخروطي، له أيضا تأثير وقائي ضد الأمراض يتم تنظيف البكتيريا والفيروسات التي تحاول إيذاء الجسم بمساعدة شراب الصنوبر المخروطي يمكنك تناول شراب الصنوبر للتخلص من الأمراض مثل العدوى والالتهابات باستخدام المكملات العشبية من أجل الحصول على جسم نقي ولاديك وظائف صحية أكثر، يجب أن تلتقي بشراب الصنوبر المخروطي خمسة، يغذي الشعر من بين فوائد شراب الصنوبر المخروطي، هناك أيضا مهمة تغذية الشعر إذا كان شعرك جافا ومتضررا، يمكنك إضافة الفيتامينات والحيوية لشعرك بفضل شراب الصنوبر المخروطي إذا كنت ترغب في ذلك، يمكنك الحصول على الفوائد عن طريق إضافة بعض ماسك الشعر إلى قناع شعرك أو تناول شراب الصنوبر بانتظام ستة، يحمي صحة الفم والأسنان من بين فوائد شراب الصنوبر أنه مفيد لصحة الفم ينصح باستخدام شراب المخروطي لمن لديهم حساسية تجاه صحة الفم والأسنان الشراب المخروطي ذو الرائحة الفريدة يمنع نمو البكتيريا في الفم شراب مخروطي يمنع تسووس الأسنان ويساعد الأسنان على أن تبدو أكثر صحة ينصح بتناول شراب الصنوبر لعلاج الجروح في الفم سبعة، ينشط الجسم نظرا لفوائده العديدة، فإن حقيقة أن شراب الصنوبر الذي تتناوله من بين آثار زيادة الطاقة يعد بمثابة مكافأة إضافية يوفر شراب المخروط الطاقة التي يحتاجها الجسم إذا كنت تريد أن تكون أكثر نشاطا وحيوية خلال النهار، يمكنك تناول شراب الصنوبر باعتدال عندما تريد أن تشعر بمزيد من الحيوية والاستعداد ليوم نشط، يمكنك الاستفادة من شراب الصنوبر كيف يتم صنع شراب المخروطي؟ يمكنك بسهولة تحضير شراب الصنوبر في المنزل لهذا، يجب عليك أولاً مراجعة قائمة المواد المواد 1.5 لتر 25 مخاريط خضراء 4 أكواب سكر عصير الليمون التحضير لام اغسل الأقماع الخضراء المعدة لشراب المخروط جيداً وتركها في وعاء مملوء بالماء لمدة ليلة واحدة قم بتجديد ماء الأقماع التي كانت تنتظر طوال الليل وتركها حتى تغليها غير ماء الأقماع التي كانت تغلي لفترة من الوقت وتركها تغلي لبضع ساعات أخرى سب السكر فوق الأقماع التي ظلت تغلي لمدة ثلاث ساعات يطهى على نار خفيفة مع التحريك من وقت لآخر عندما يبدأ السكر في الغليان قد تتكون رغوة على الأقماع يمكنك الحصول على هذه الرغوة بملعقة قم بتغطية الجزء السفلي من الشراب المخروطي المتماسك وتركه يرتاح حتى تمر درجة الحرارة ثم انقل الماء إلى البرتمانات أو الزجاجات حيث ستخزن القطر المخروطية يمكنك حفظ الشراب المخروطي في مكان بارد ماذا يفعل المخروط شراب وكيف يتم استخدامه ينصح بتناول واحد ملعقة صغيرة من شراب المخروط خلال النهار إذا كنت تعاني من مرض مزمن وأدوية منتظمة يجب استشارة الطبيب قبل تناول شراب الصنوبر يجب أن تكون حريصا بشأن كيفية تناول شراب الصنوبر المخروطي لأنه يجب عليك تناوله بانتظام وبكمية معتدلة لمعرفة فوائده إذا تجاوزت كمية الاستهلاك اليومي فقد تواجه مشاكل في المعدة شراب المخروط أضرار شراب المخروط والأيثار الجانبية إذا كنت ترغب في تحضير شراب الصنوبر بنفسك في المنزل يجب عليك استخدام الأقماع الخضراء يجب تنظيف الأقماع المفضلة جيدا يمكن للشراب المصنوع من الأقماع مع الغبار والأتربة أن يتلف كليتك عند مقارنة فوائد وأضرار شراب الصنوبر بالطبع تفوق الفوائد ولكن يمكن أيضا أن تخلق أثارا سلبية في بعض الأجسام يمكن أن يتسبب استهلاك أكثر من ملعقة صغيرة من شراب الصنوبر يوميا في الإصابة بأمراض مختلفة لذلك يجب أن تكون معتدلا فوائد شراب الصنوبر المخروطي كم هو المخروط شراب؟ أين تباع؟ يمكن الحصول على شراب المخروط من المتاجر التي تبيع المنتجات العضوية في الحالة التي لا يمكنك العثور عليها في منطقتك يمكنك الاتصال بالبائعين الذين يبيعون عبر الإنترنت يبلغ متوسط سعر جرة واحدة من شراب الصنوبر حوالي 35 ليرة تركية نوصي باختيار منتجات طبيعية وخالية من الإضافات مثل شراب الصنوبر المخروطي ومعجون الصنوبر المخروطي تعد فوائد زور أناقينكون واحدة من أكثر العلامات التجارية التي تم بحثها والمعروفة يمكنك اختيار المنتجات المناسبة عن طريق التحقق من ملصقات المكونات